نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم مرحبا بكم متاجعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت واربع على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الباسم عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا الغالي حياك الله وبياك ولدي سلمك الله بس تصلح الباسم عبدالله بن سالم يعني شان تقف على العرب مرحبا عزائي ورشاهدين بأسئلتكم على رقم الوسط الذي يظهر لكم على الشاشة نقل شيخنا مع أسئلة المتابعين هذا أخونا يقول الكتب المؤلفة في العادات الاجتماعية في بلد المعين في العادات الاجتماعية سواء في عصرنا أو في العصور السابقة ما فائدتها لطالب العلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبهم ولا أما بعد لا هو ينبغي نكون سؤال يعني كيف يستفي منها طالب العلم يعني كيف الاستفادة أما مسألة التصنيف في العادات كتب المتقدمين التي صنفوها في العادات ما تخرم فائدة لأن أصلا الذي يؤلف في هذه العادات هم علماء فإذا كتبوا عن عادات بلد عن عادات طائفة عن عادات شريحة معينة أو طبقة معينة فإنها للإفادة فيها إفادات علمية تاريخ أشياء كثيرة جدا وهذا لا إشكال في إلا العلماء لما يكتبون ويكتبون ويحررون للإفادة المشكلة في المعاصرين ومتاخرين اللي ربما كتبوا هذا لأشياء ربما يقل فيها النفع لطالب العلم لكن خلينا نشوف مسألة الكتابة في عادات المجتمعات عموما لا شك أنها مفيدة ولدي لأن فيها نوع من بيان الحياة الاجتماعية ماذا كان ساعد عند الناس طريق التعامل للناس انتفاعهم هذا يعد من الدراسات الحضارية للأمم للشعوب للبلدان للفترات الزمنية العقود القرون شيء من ذلك فإن تاريخ العادات الاجتماعية هي كتابة لجزء من تاريخ الأمة في بلد معين لطبقة معينة شريحة معينة يستفى منها من نوع تاريخية علمية اجتربوية اجتماعية أشياء كثيرة جدا لكن حينئذ لا بد إنسان ينتقي في مثل هذه الكتب المصنفة في العادات الاجتماعية ما يرى فيه إفادة إضافة علمية حقيقية أما مجرد أنه أشياء مما تحكى في بعض الكتب يعني عند المعاصرين شيء يقل جدا للكتاب الإفادة منها أو تجيير المعلومات فيها في إضافة نوعية لطالب العلم من حيث التاريخ من حيث معرفة عادات الناس أنه ينبني عليها يعني الفتوى وعدم الفتوى وهذا مما يعين على فهم فتاوى بعض العلماء المتقدمين الذين الصنف ولما تأتي فيه كتاب يذكر لك عادات بلد وتأتي فيه فتاوى لأهل بلد على العلماء البلد حينئذ تستطيع أن تفهم فتوى العالم على ضوء العادات المحكية أو في الاجتماعية في ذلك البلد جميل فصارت حكاية هذه العادات في كتب التاريخ أو غيرها هي مثل المفسر لهذه والموضح تعرف الورقة الشارحة والموضحة الموضح لمثل هذه الفتاوى وتعرف حينئذ العرف شيخنا له أثر كبير العرف عند الفقهاء له أثر كبير خصوصا في الأحكام القضائية هذا يفيد في فهمها بلى والمالكية لما أطالوا في كتابة النوازل وهي من روافدهم والحنفية وغيرهم لكن المالكية تميزوا في هذا كانوا يراعون مثل هذه القضية وهذا مشهور ومثوث في مصنفات فتاوى ومشا من ذلك فالقصد الوحي ينتقي في أن بعض الدراسات التي قامت على العادات قامت من نواحي حضارية وبعض من نواحي تاريخية وبعض من نواحي فقهية استخراج ما ورد من الفتاوى على ضوء مثل هذه العادات الاجتماعية وشي من ذلك ولا أن تعدم من فائدة أما المتقدمون لأجل المعاصي إذا كتب واحد من العلماء المشهورين أو من الأعيان المعروفين أصحاب الأقلام اللي هم أصلا كتاباتهم أصلا تقصد لذاته من المعروف من أن نوادع عالم جبل كبير فهذا حين فيها إضافات حقيقية بمعنى الكلمة ونسأل الله عز وجل التفق لجميع نبدأ بسم الله هذا ولدي تحقيق جديد ولكتاب سياري معروف له طبعاته كثيرة منذ أن طبع من قبل أكثر من قرابة قرن في طبعاته الأولى وهو كتاب العمدة كتاب العمدة في الفقه للإيمان موفق بن قدامى رحمه الله متوفى عام 620 رحمه الله أما كتاب العمدة فمنزلته العلمية والفقهية عند الحنابلة وحتى غير الحنابلة مشهور ومعروف ولا نفيض فيه لكن تعال لهذه الإبرازة الجليدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد فؤاد كامل وفقه الله هو أصلا ذكر في المقدمة المسوق لإعادة طباعة وتحقيق الكتاب مرة أخرى كان من جملة ما ذكره أنه وقف على نسخ خطية لم يسبق أن اعتمدت في كل الطبعات السابقة التي خرج علي الكتاب وبعضها نفيس جدا يعني خاصة نسختين يقول من أنفس النسخ القديمة وعرج عليها طبعاً هو إيش يقول ذكر يشوفه هنا معي مقابل على خمس نسخ خطية وعلى وعلى كم؟ وعلى نسخ من شرح الإمام بهاء الدين مقتل صاحب العدة طبعاً هو خرجها أربع نسخ خمسة نسخ خطية كانت خاصة بالعمدة ذكر تفصيلها في الدراسة وأربع نسخ خطية بالعدة والعدة النسخها نفيسة والعدة لأن البهاء من تلاميذ الموفق من قدامة وشرحه يعد أول شرح لكتاب العمدة وهو أصلاً ميزته يعني له مزايا ذكرها لكن هو أيضاً من مزايا في هذا الكتاب أنه أول على شروح العمدة شرح شيخ السلام تيميا ومن جابعي بهذه الطريقة واستفاد يقول الشرح شيخ الإسلام يحافظ على ألفاظ الموفق بخلاف البهاء كان ما يحافظ عليها وإنما يشرح جملة الفكرة في المسألة عموماً إلا قليل ولا يتتبع بين الأسطر ما يتعلق بالألفاظ المنقولة التي يظن أنها نقلها القصد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله أحمد فؤاد كامل قد بمقدمة الحقيقة مفيدة ونافعة وماتعة في المقدمة فيها كلامه عن العمدة وشيء من ذلك والنسخ الخطية والفوارق والدراسات وأشياء من ذلك والحقيقة شيء يشكر عليه في هذا الكتاب ثم بعد ذلك هذا هو كتابه هذا هو كتاب العمدة الذي أخرجه وهو كتاب كما ترى مشكول من أوله إلى آخره ومفقر والتعاليق هنا اقتصر فيها على ما يحتاج إليه في بيان شيء مما لا بد منه وإلا فهو ليس شرح يعني أبداً كما ترى هذه الأبواب الأبواب وهذا التنضيط شيء يشكر عليه وفقه الله وقد تعنى أن يكون مضبوطاً لطالب العلم لمن أراد حفظه والكتاب أصلاً للحفظ لأنه المبتدئين من إصدارات دار ركائج بالكويت هذه ولدي أحد الإصدارات لهذه الألفية في الأعداب الشرعية طبعاً النظم عالم معروف من أئمة العربية الكبار وعالم حنبلي مشهور وهو ابن عبد القوي ابن عبد القوي له نظم بل له أنظام هو نفسه ابن عبد القوي رحمه الله تعثر بالعلام الكبير النظم رأس النظمين الحنابلة أو العلام الصرصري الصرصري الضرير له نظم كبير على مختصر الخرقي مشهور سيار قصيرة دالية هو يقول نفسه أنه تأثر بكلام الصرصري ونظمه لمختصر الخرقي فجاء إلى كتاب المقنع لابن قدامه ونظمه ونظمه على طريقته وعلى قافيته أيضاً قصيرة دالية قرابة 15 ألف بيت وجيادة مع أنه الذهب يقول 18 ألف بيتاً لكن في المطبوع 15 بيتاً وشيء المقصود أن ونظمه عقد الفرائد مشهور وطبع ترى من قديم لكن يعني أنا أتمنى أنه يخرج إخراج جليق به القصم هو بعد ذلك نفسه ديل الكتاب لبعاء منظومة هذه بالآداب بذكر منظومة في الآداب على طريقة غيره ممن ذكروا ذلك من العلماء الحنابلة كما ذكر الحجاوي هذا ثم فكتب شيء من الآداب طبعاً هذه المنظومة في الآداب هذه وقع فيها خلاف وتباين وكلام بين أهل العلم هل هي نفسها هل هي منظومتين أو منظومة هل هي منظومة ألفية ومنظومة مختصرة منها لأنه عندها نسخ تقول أنها أقل من ذلك وكثر من ذلك الشروح التي عليها شرح الحجاوي والسفاريني إنما شرحوا ليس ألفية شرحوا أشياء يعني منتقبة ما هي ألف بيت أبداً هي أقل من ذلك بكثير الذي شرح أيضاً عندنا فجعلوا فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن ناجي بن محسن الميدمي وفقه الله في مقدمة ماتعة نفيسة أطال النفس فيها في تحرير القضايا المشكلة المتعلقة بهذا النظم وبشروحه وبنصغير مخطوطة وشيء من ذلك كان خالص إليه إلى شيء وهو أن الإمام بن عبد القوي طبعاً الإمام الفقية اللغوي الكبير أبي عبد الله محمد ابن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الحمبل يمتفى عام 699 لهجي رحمه الله هو جاء رحمة الله عليه وألف المنظومة عقد الفرائد في 15 ألف بيت وزيادة وهو بعد ذلك لما جاء يكتب في الألفية جاء وستل هو جعل على غيراء المنظومة السرسري وجاء في الألفية واستل منها الآداب لما جاء أراد يفرد الآداب استل من أصل منظومة عقد الفرائد بعض الأداب التي نترى هناك وجعلها وزاد أشياء وهذا يسميه العلمة التحويل يعني حول الأبيات من هناك الأصل إلى هنا ولهذا أخونا الحبيب فضيل الشيخ علي بن ناجي الميدمي لما عقد مقارنة بين الأصل الكتاب عقد الفرائد وبين منظومة الأداب وذكر صنيعة ابن عبد القوي في نظمه التكرار الموجود التشبيهات الإعادة الصياغة ما أخذ شطره وترك أصله صدره ما نقله كما هو ثم عقد أيضا مقارنة بين الأصل ولا نتكلم عن الأصل هو عقد الفرائد وكتاب الصرصري لأجل المقارنة إضافة مفيدة يعني شيء تعب عليه وإشكره حتى أنه ذكر في هذه المقدمات شوف إن شاء الله نقف عليها بسرعة أنه صنع جداول لأجل الوقوف على بعض المقارنات بين المنظومتين وبين الكتابين حتى من أراد الوقوف عليها يستطيع الوقوف عليها ثم بعد ذلك ذكر أنه أخرج الكتاب على هذه المخطوطات على أربع نسخ خطية كاملة نسختين ناقصتين ودرس الكتاب طبعا من جملة ما درسه هذا بس يشوف الإخوة هذه الأصول الخطية كما ترون هذه مجموعة من الأصول الخطية خمس أربع نسخ كاملة ونسختين ناقصتين من هذه المنظومة طبعا شوفوا معي طبعا أما اللي هو العنوين فهو يقول أنه وجد عنوين لكن ترى المؤلف تركها بدون عنوين فهو ذكر عنوين يقول بعض من ما تملك هذه النسخ وضع عنوينا بعضها قريب من المضمون وبعضها بعيد ولهذا هو نفسه اللي بين قوسين اللي تراها هنا بعضها يعني مما يستحسنهم المقصود الذي تلاحظ معي الأرقام السوداء هذه أبيات أصيلة يعني هو جديدة بينما التي بالأرقام الحمراء هي مرحلة من أصل عقد الفرادي وهذا من المحاسنين أنه جعل فرق قال هذا ترى مرحل وترحيله كثير والله يعني والدي خير فوق السنة يعني هو يقول إيش الأضافة إيش فعل ونحو ذلك والحقيقة يعني ما صنعه في المقارنات طبعا ترجم له ترجمة مختصرة وشيء من ذلك تعب عليها والله يشكر عليها أخونا جزاء الله خير والكتاب مشكول من أوله إلى آخره وفقه الله وأيضا فيه طبعا ما قلنا العنوان ما قلنا العنوان يطبع بعنوان الألفية في الآداب الشرعية وهو يقول إن عبد القوي ما ذكر هذا العنوان لكنه وجد أن أقدم نسخة خطية للكتاب ذكرت هذا العنوان الألفية في الآداب الشرعية واستحسنها وتركها على ما هي عليه بينما جات عناوين أخرى لكن استحسن ذلك وفقه الله ولسطناء الكتاب دارات دار ركائل بالكويت بتمويل من دار الأمل وفقهم الله وهذا يشكر عليهم حداما نشيد في الجهات المانحة والمدعي ما شرحوا الحجاوي هل هي الأبيات غير المرحلة لا هو ذكر المقدمة لما ذكر شرح الحجاوي ولا شرح السفاريني يعني يقول شرح السفاريني فيه زيادات كثيرة جدا على شرح الحجاوي شرح الحجاوي فيه يعني أقل من ذلك بكثير والشرح مقتضب ليس بذاك ليس مثل السفاريني اللي شرحها ثم بدأ يقارن بين الشرح وهل الأبيات هي نفسها ولا تغيروا في الشرح ولا شيء من ذلك وبهذا الطريقة وفقه الله هذا الكتاب الثالث الذي عندنا يا ولدي وهو كتاب سيار معروف في أصول الفقه وأصله كتاب تحرير المنقول للمرداوي رحمه الله كتاب تحرير المنقول كتابه في أصول الفقه المرداوي رحمه الله كتبه ثم جاء من بعده العلامة ابن النجار الفتوحي من محقق المذهب صاحب منتهى ليرادات محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحمبلين مشهور بابن النجار متوفى عام 972 رحمه الله صاحب منتهى ليرادات وغيرها من الكتب فاختصر تحرير المرداوي في كتاب سماه مختصر التحرير مختص في أصول الفقه أو هذا المحقق أو الكوكب المنير لمختصر المختصر من التحرير فإنه يقول هذا الكتاب المؤلف كتبه بخط يده ثلاثة مرات مرة مسودة ومرة مبيضة ثم بعد ثلاثين سنة كتب الإبراز الأخيرة وثلاثة كلها وقعت تحت يده وهذا من إضافات هذه الطبعا أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن غنيم الحيص وفقه الله أخرج الكتاب على تسع رسالة خطية ثلاث منها مكتوبنا بخط المؤلف وثنتاني كتبتا في حياته والباقي لها أيضا مزايا نرجع هو يقول أن المؤلف رفسه سماه مختصر التحرير في أصول الفقه كذا سماه اختصارا وسماه أيضا يقول في تسمية الكوكب المنير المختصر من التحرير وهكذا بهذه الطريقة المؤلف نفسه رجع وشرح المثل هذا نفسه الذي يطلعه باسم شرح الكوكب المنير يعني هو اختار شرح الكوكب المنير اللي هو هذا مختصر نرجع للأصل العلامة ابن النجار رحمه الله الفتوحي جاء واختصر كتاب التحرير اختصارا فهدب فيه الألفاظ دمج بين بعض الفصول له بعض الاختيارات وشيء من ذلك وزاد أشياء وهذا مما ألمح المحقق وفقه الله شيخ إبراهيم دكتور إبراهيم العيص إبراهيم الحيص إلى أنه مما يحتاج ويقول من الدراسات التي يحتاجها هذا النظم ذكر مجموعة منها أسف المتن مما يحتاج إليه بيان ما زاده ابن النجار على أصله التحرير المرداوي وبيان اختياراتي وما غيره من اختيارات في أصول الفقه وشيء من ذلك وهذه حسنة وليته هو نفسه فعل هذا في المقدمة فإن مقدمته مفيدة ونافعة وفقه الله وقد أخرت طبعا الكتاب هذا بين أيدينا ذكر عقد كده مبحث خاص على جم لطبعات الكتاب وما فيها من إخلالات وأشياء وشيء من الافتقار جعله مسوغا لعادة الطباعة جزاها الله خير والكتاب كما ترى إن شاء الله يظهر لي هذه شو لاحظ هذه بعض الفوارق التي يذكرها في الجداول بين الأصل وبين المختصر وشيء من ذلك طبعا هو من الأشياء المفيدة التي وقف عليها النسخة الأخيرة التي كتبها ابن النجار رحمه الله بخط يده وهذا قبل وفاته بسنتين وبعد ثلاثين سنة من المبيضة وهذا جعله يعقد فوارق بين النسخة شفا بين النسخة التي هي آخر مبيضة له للمؤلف رحمة الله عليه وبين النسختين المتقدمتين آسف وبين النسخة المتقدمة المبيضة وهنا نوع الاختصار أو نوع التهديب وما حد يكون هناك فعلا تغييرات في ألفاظ في أشياء حدثت بين النسخة الأخيرة والبرازة الأخيرة وبين ذلك وهذا تيقض حسن جدا شفا هذه كلها مقابلات ومقارنات بين البرازة الأخيرة وهي لم يعتمدها أحد وهذه هي مجموعة من النسخة الخطية وأخونا جزال الله خير قال أنه فقر الكتابة تفقيرا يعني بديعا حتى يكون سهلا للحفظ مع عناية الترقيم والبدايات وهذه الملاحق والتفريعات على المسائل وما علق إلا على ما يحتاجه محو إلى التعليق ضروري جدا خاصة يعني بعض القضايا العقدية المبنية على يعني التي تخليها فيها في اعتقاد السلف وشيء من ذلك الكتاب في مجلد من اصدارات ركاز بالكوت بالتمويل من أخواننا في دار الأمل هذا يا ولدي شرح ماتع النفيس يعني يعد من عيون الشروح المعاصرة للكتب الأصولية وهذا وما على شاكلته من الشروح مما يحتاجوا إليه ويحتاجوا لطلبة العلم مبتدع ومتوسط وأظن حتى لبعد ذلك لأن المنتهي يحتاج إلى مراجعة شروح وشيء من ذلك خاصة بفق العبارات فإن كان للعالم أو الشارح مقنة وعناية ببعض المتون مراجعة وتدريس ورجوع إلى الأصول وشيء من ذلك يكون أعلم الناس به فقوله ومعتبر في معرفة مراد المؤلف من عدم مراده وبهذه الطريقة يعرف أن الشرح الفلاني أنسب من الشرح الفلاني أو أعمق أو أفضل أو يقدم على غيره في بيان تفكيك عبارات المؤلف أو مراداتي أو شيء من ذلك فيما لو كان اختلف في مراده أو شيء من هذا هذا الذي بين أيدينا شرح نفيس في مجلدين كبيرين أكثر من ألف صفحة عندنا تعب عليه صاحبه وهو يقول أنه جعله درسا صوتيا ثم بعد ذلك فرغ هذا الدرس الصوتي ولما قارن بينه وبين ما كتبه بيده كان يحضر دروسه كتابة علمية لأكثر المادة المطروحة فوجد فرقا بائنا الكتابة يقول علمية عالية يعني الذي كتبها وصنفها وأما الإلقاء فهو أسهل وأيسر فترك الذي كتبه وذهب إلى الذي ألقاه وزينه وهذبه وجعله مرتبا منسقا كذا وخرجه في الكتاب وهذا من العجاب والغرائب والذي إنه واحد يترك الشيء المتعوب عليه شيء ذكر هو بس له وجهة نظر وجهة نظره أنه يعني تعمد ذلك لأن هذا أسهل للمبتدئ لما يتلقى الألفاظ السهلة الميسرة المبسطة مما لو كتبه وحرر علميا بحيث يعني سيدخل فيه تعقيدات وشكالات الكتابات العلمية الأصولية وشيء من ذلك وضعت الفكرة يعني هذا هو غرضه في تقديم هذا على هذا وإلى الأصل مدام حبر وكتب وأنا أقول ليت وأبقاه طبعا أما المتن المشروح فهو أحد المتون الحنبلية المختصرة بل معتصر المختصر وهو ببلغة الوصول إلى علم الأصول للقاضي بالبركات أحمد بن إبراهيم ابن نصر الله الكناني الحنبل المتوفى عام 899 الهجرة رحمه الله هو نفسه اختصر كتابه من البلبل الطوفي من البلبل الطوفي فهو معتصر للمختصر وهو كتابه لطيف جدا وسبق أنه عرفنا به هنا جاء بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وليد بن فهد الودعان وفقه الله وهو يعني أستاذ الأصول الفقه المعروف متمرس في الباب له عدد من أصدارات سبق شرح عرفنا ببعضها جاء إلى هذا الكتاب الذي شرحه وكتب عليه شرحا وأخرى شرحه في مجلدين كبيرين بعنوان متعة العقول شرح بلغة الوصول إلى علم الأصول وشرحه شرحا هو يقول تجنبت أشياء يعني تجنبت مثلا الإطالة ذكر المسائل الخلافية الأصولية ما استرسل معها وتجنب الاستدلال للأقوال إلا إن ذكر الخلاف المؤلف أنه يذكر من المراد به ويستدل له لأن المؤلف ذكره تجنب المسائل الكلامية وهذا حسن تجنب الإغراق في التعريفات والحدود على طريقة الأصوليين المعروفة أيضا عندهم فهو تجنب أشياء ونقول ليت ما تجنبها لأنه مثله يكتب ومثله صاحب إفادة وصاحب بيان ليت أثر المادة العلمية بشيخنا تجنبها مناسب لأنه المبتدئين هذا يضر المبتدئين هو الكلام مبتدئين وماشاء الله تبارك الله ألف سطحة الحمد لله رب العالمين والله يا حقيقة لولدي أما الشرح طبعا خلينا نجع نجع طبعا هو ذكر في المتن هذا المتن هذا أصل المتن عندنا هذا أصل المتن عندنا وهذا هو شرحه أما الشرح شرح الشيخ الوليد الودعان والله ما شاء الله تبارك الله إذا كان هذا هذا الحقيقة يعني أعلم المبتدئين أو متوسطين عدد من متوسطين بس متوسط مرتفع كمان يعني لأنه يعني اعتنى جدا بالكلام الأصولي وبيان المغازي الذي فيه ومرادات المؤلف إذا كان المختصر نفسه لبلغة الوصول كتاب صغير يعني جدا فيشرح في أكثر من ألف صفحة هذا ما صار لمبتلي يعني يقول المتوسطين لمتقدمين كم متوسطين ويعني أولى الكلام الحقيقة فيه حتى ويقول أن تجنبت الترجيح مسائل وصولية إلا قليلا يعني أنا أقول لي ترجح لأن التوجيه للأقوال الراجحة ترى مفيد جدا يتعلم عليها وتدرب عليها طالب العلم المبتدي وغير المبتدي وفقه الله الذي هو بين القوسين المحبر ها هنا هو الأصل اللي هو المتن وها هنا هو الشرح وقد أحسن غاية في التقسيم والتظهير يقول تحتنى جدا بتوضيح مرادات المؤلف وشرح إباراته وبيان الأمثلة لأن هذا مما يرسخ الصورة عند المبتدي وفقه الله والكتاب وأتمنى من الشيخ وليد الودعان طبعا قدم بمقدمات المشهورة ترجمة المؤلم والكتاب وشيء من ذلك أتمنى أن ينضي على هذا منوال فيشرح لنا بقية كتب المتون الأصولية المعروفة على غرار هذا الشرح ونحوي وشيء من ذلك وليته يجعل لنا شروح مطولة وشيء من ذلك حتى يكون فيها نوع من الإثراء العلمي والأصولي وشيء من ذلك الكتاب في مجلدين مصدرات دار ركائز بالكويت هذا سلمك الله له أيضا وهو جاء إلى مادة القواعد الفقهية وأيضا درسها لكن رأى أن إعادة صياغة وكتابة القواعد الفقهية على غير الدارج هو الأنفع لطالب العلم وإيش صنعه ولدي؟ قال صنعته طريقة لم يصنعها أحد وهو أنه رتب قسم القواعد إلى خمس طبقات أو درجات قل بحيث أنه بدأ بالدرجة الأولى لقواعد التي لا بد أن يطلع عليها أي أحد وهي الخمسة الكبرى مع زيارة قراء قاعدتين قاعدة عمال الكلام أولى من هماله وقاعدة التابع تابع يرى أن هذه لا بد منها بدون ذكر ما يترتم عليها يعني من القواعد المدرجة عند القواعد الكبرى وهذه هي الدرجة الأولى الدرجة الثانية القواعد الأكثر حاجة من التي بعدها ثم أختار مجموعة منها وتكلم عنها دون النظر إلى كونها تابعة القاعدة تابعة سابقة أو لا سيشرحها لوحدها ثم الدرجة الثالثة مجموعة القواعد هي أقل منها والتماشي المهم قرابة سبعين أو أكثر من سبعين قاعدة هي محل الدراسة هنا رتب على هذا الترتيب اعتنى جدا بذكر معنى القاعدة ودليلها وبعض التطبيقات واعتنى بالتطبيقات الحنبلية لأنه أراد بهذا أن يكون طالب العلم الحنبلي اللي عنده من القواعد ما يخرج به أو ينظر فيه إلى مسائل الفقاء الحنابلة سماه النبذ في القواعد الفقهية عرض القواعد بطريقة جديدة وصحيح هذا ليس الدعوة هذا كلام صحيح شوف مكتوب هنا مرتب على خمس درجات مناسبة للترقي العلمي في علم القواعد مع مراعاة المذهب الحنبلي في التقعيد والتطبيقات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن وليد بن فهد الودعان وفقه الله قدم بمقدمة فيها التعاريف القواعد وشيء من ذلك وأحسن ما فعل أنه لم يطل الكلام شوف لاحظة ولدي الدرجة الأولى بدأ القواعد خبس كبرا بي تتكلم عنها مشهورة معروفة والكلام عنها وتطبيقات والتماشي ثم جاء بعد ذلك إلى القواعد الدرجة الثانية ويعطيها قاعدة رقم 14 القضاء ويحكي الأداء يبدأ بعد ذلك يذكر لك معنى القاعدة ومراد ثمه وتعني القاعدة كذا كذا مراداتها وبعد تطبيقات القاعدة والتماشي وقد اعتنى جدا بالقواعد والشروط التي لا يجب مراعاة عند العمل بالقاعدة وفقه الله وهنا الحال إلى المراجع الأصل الحنبلية ويتبعها مراجع لغيرها من كتب الأم الكتب في القواعد والكتاب لطيف مفيد وفيه إلمحات وإضافات جميلة طبعا هو في الأخير حتى قل لا أفوت الفائدة على طلبة العلم إيش سوه هنا ولدي هذا عبارة عن خريطة لبيان القواعد المندرجة تحت القواعد الكبرى لكنه نثرها في أصل الكتاب لأنه ما اعتبرها يعني لم ينظر إلى كونها مندرجة أو لا فذكر القواعد الكبرى كل واحد وما ذكره من القواعد المدرجة تحتها منثورة هذه القواعد ترى أننا ذكرناها كل واحد بهذه الطريقة وأمها هنا فالقواعد التي لا تندرج تحتها القواعد الكليا لا تندرج تحتها قاعدة كبرى وفقوا والله في مجلد اللطيف من إصدارات داع الركاج بالكوية أستاذ أنك شخنا في فاصل نعم فاصل عزاني ومشاهدين نعود إليكم بإذن الله نتوقوا إلى العلم من نبعه قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثواب الإصلاح بين الناس عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم وينبغي أن يتحل المصلح بالعقل والحكمة والفطنة فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح واليهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ومن أعظم أبواب الإصلاح الإصلاح بين الزوجين فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغزيه حيا أهلا بكم متابعين الكرام مجدد ترحب بكم شيخنا أهلا حياكم بياك أولدي مواصل شيخنا عرض كتب دار ركائز نعم هذا ولدي أحد الإبرازات أيضا جديدة لثلاثة من الكتب الرسائل المشهورة لإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفرحان بن عريعر يقول أصلا كثيرا ما تقرن هذه الثلاثة الكتب مع بعض حتى طبعت من قديم مع بعض وحتى نسخة الخطية هذه الكتب مجموعة مع بعض في كثير مما وقف عليها وقف على نسخة خطية كثيرة جدا اتقى منها يقول خمسة نسخة خطية خاصة الأقدم والنسخة الخطية خاصة النسختين الأولى النسخة بن عامر بخطي ونسخة بن ضويان صاحف الفقيه المشهور وكلهم العلماء وابن عامر وابن ضويان عرفوا بضبط النسخة الخطية ابن عامر هذا كان آية في النسخ بل كان خطه يعد حجة في القضاء أيضا من قوة من جمال يعني مضبطه رحمة الله عليهم جميعا فعاد إخراج الكتاب على هذا النسخة الخطية مع ضبط وتحرير وتشكيل وشيء من ذلك الكتب الثلاثة ثلاثة الأصول ثم الكتاب الثاني شروط الصلاة وأركانها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ثم الثالث القواعد واربع كلها للإمام محمد عبدالوهاب رحمة الله عليهم توفى عام 1206 للهجرة وقام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحمن الفرحان ابن عريعير وفقه والله وهذه الكتب الثلاثة تحنى للتشكيلها وضبطها من أولها إلى آخرها وجعلها خاوية من التعليقات لأن الشروح فياضة مشهورة معروفة يعني لمن أراد التعليق على العبارة في مجلد اللطيف من الضارة دار ركاية بتمويل من دار الأمل هذا ولدي كتاب سبقا عرفنا به وعرضنا ولهذا لا نعيد الكلام في الحق 227 تفصيل الكلام هناك لكن هذه طبعة جديدة للكتاب وهو شرح القواعد شرح منظومة في القواعد الفقهية المنظومة للعلامة عثمان بن سند البصري رحمه الله المتفى عام 1250 للهجرة وقام على شرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيل ابن محمد بن إبراهيم العويد وفقه الله وهذه الطبعة الثالث بين أيدينا من اصدارات دار ركايز بالتمويل من دار الأمل لكن ليس فيها أي إضافة لأنني وجدت شفت تقلبت ليس فيها هناك مقدمة خاصة لهذه الطبعة وحينئذ لا نعيد الكلام ومن أراد تفاصيل ما فيها فليرجع إليها لكن من المظنون بها أن تكون مصححة وستدرك فيها ما وقع فيها من تطبيعات وشيء من ذلك وهي في مجلد على ما هي يرجع من أراد التفصيل إلى تلك الحلقة هذا أيضا كتاب آخر على نفس المنوال سبقا عرضناه وتكلمنا عن طريقة المؤلف وتقسيم الكتاب إلى فصلين وحاجة الموضوع وشيء من ذلك وهو بعنوان القواعد الفقهية عند الصحابة رضوان الله عليهم تأصيل وتمثيل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيل ابن محمد بن إبراهيم العويد وفقه الله والكتاب أيضا سبق أنه عرضناه في هذا البرنامج وهذه إبرازة جديدة له وليس له مقدمة خاصة بهذه الطبعة ولهذا نحيل الكلام على نفس العنوان رقم الحلقة 227 ففيها تفصيل ما صنعوا في هذا الكتاب الكتاب هذا من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع دار الأمل وهم يشكرون على إخراج من الجيد والعناية وضبط شيء من ذلك يعني ما شاء الله تبارك الله أصلا هذه ديدة أخواننا بدار الركائز وفقهم الله هذا يا ولدي إبرازة جديدة لأحد الكتب السيارة وهو كتاب عمدة الطارب لين المآرب العمدة هذه لأحد علماء مذهب الحنابلة وهو رأس فيه العلامة أبو السعادات للعلامة أبو السعادات منصور بن يورس البهوتي الحمبلة متوفى عام 1051 الهجرة صاحب الشروح هو رحمه الله لما صنف شروحه المشهور السيارة شرح الزاد وشرح الإقناع ومنتهى الإراعات لما خلص هو جاء إلى هذا المتن ولدي حبكه وسبكه سبكا يعني تعنى له وسمىه عمدة الطالب حتى يكون عمدة فعل الطالب رحمة الله عليه هذا الكتاب حقق وقد قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عدنان العيدان وأخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أنس ابن عادل يتامى لكن النسخة التي بين يدي أنا ليتهم كتبوا ما يشير إلى هذا هي النسخة المجردة إيش يعني مجردة ولدي يعني لم يكتبوا فيها حرفا واحدا لا شوف ولا شيء ورقة واحدة بس لا في المقدمة الدراسة ولا التعاليق مجردة من كل شيء ولا التخريج ولا شيء بس هي مضبوطة ضبطا كاملا لمن أراد هذا يجعلها كنسخة للحفظ الكتاب مضبوط من أول إلى آخره وهي مجردة حتى تكون فقط للحفظ لكن من أراد المقدمات والنسخة الخطية والكلام عليها ومخرج على الكتاب فنرجع إلى النسخة الخطية الأصل الكاملة التي فيها التعاليق وشيء من ذلك ويرجع لها الكتاب ونصدرها الدار ركائز بالكويت وفقهم الله هذا ولدي عبارة عن عبارة عن بحثين محكمين نشيرا في مجالات في إحدى المجالات العلمية وكلاما في أصول الفقه أما الباحث فهو أخور الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أكرم ابن محمد أزيقان رحمة الله عليه توفي عام 1142 بكورونا وقد كان يدرس وجل الله 18 سنة يدرس في جامعة جامعة الإمام بالرياض ونحن أدركناه ولدي بس ما درسني وكان لي شرفت يعني أدرس عليه لأنه لكن كنا نقابله في الكلية ونراه يدرس وكان مفيدا لطلابه والثنوى عليه عاطق رحمة الله عليه وكانت له طبعا له طبعا الماجستير والدكتوراه وهو درس أصلا الجامعة والماجستير والدكتوراه كله كان في الجامعة الإسلامية ومدينة منورة رحمه الله كان يجيد عدد من اللغات أيضا رحمة الله عليه وكان أصوليا يعني يعني كتاباته من الكتابات الجادة كتابات أصولية جادة شوف هذا البحث عندنا في موضوع يتعلق بدلالات الألفاظ نفي المساواة هل يقتضي العموم أو لا مسألة خلافية جاء إليها ودرسها درسها درسها مباحثة صورة المسألة جحرر المحل النزاع ما المراد بالمساواة ونفي المساواة الأقوال عند العلماء ما هي الأقوال ثم بعد ذلك أدلت كل قول ثم الراجح وقد رجح أنها تفيد المساواة نفي العموم أيضا ثم بعد ذلك أجشأ بحثا جديدا ذكر فيه تطبيقات فرعية على هذه القاعدة الأصولية ونشره أيضا في كلام رجح في مجلة الحكمة هذا الذي بين أيدينا جمع البحثان في هذا الكتاب بعنوان قاعدة عموم نفي المساواة في علم أصول الفقه وتخريج فروع فروع فقهية عليها لأخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أكرب محمد الزيقان والذي قام على جمعها في هذا الجل ولده أخونا الحبيب الأستاذ عبد العزيز وفقوا الله وقدم بمقدمة فيها ترجمة لوالده استقاها مما كان يكتبه هو وزاد أشياء وفقه الله والكتاب أصدارات ركائز لاحظوا أول ما بدوا هذا خطه الجميل يعني لا الله خور أخونا الشيخ عبد العزيز ابن المؤلف وها هنا يا ولدي ذكره أين نشر وهذه الحقيقة المحافظة على المعلومات النشر السابقة مهمة جدا أتمنى ألا يتجاهل ولا يتغافل عنها ولا يتوانى عنها كل من عرض له أو عرض كتابا سابقا من كتبه الكتاب وهذا بحث الأول ثم البحث الثاني وقد التقى يعني لما جاء إلى مجموع الفروع قال وإني انتقيت فيه ما يقرب هذه أربعة عشر مسألة فرعية شو هي هذه ثاقها بجملة ها هنا وهي محل الدراسة طبعا الدراسة مون الترجيح لا كيف كيف تطبق عليها قاعدة نفي العموم ومن استدل بهذه القاعدة وقوله وتوجيه ذلك لبيان هل توجيه وجيه أو ضعيف أو شيء من ذلك والكتاب في جزء لطيف من إصدارات ركائز وفقهم الله هذا الثاني أيضا كلاهما بحث ثاني محكماني نشراه في مجلس الجامعة الإسلامية بعنوان الاقتران حقيقته وحجيته يعني عند الأصوليين وتخريج فروع فقهية عليه هذا البحث الثاني دائما يؤصل وينظر ثم يجر التطبيقات وتخريج الفروع على الأصول يعني هذا أصولي وهذا تخريج الفروع على الأصول كلاهما بحث ثاني أجومي علي أخينا الحبيب فضل الشيخ الدكتور أكرم بن محمد أوزيقان المتوفى عام 1442 واربعين الهجرة رحمة الله عليه والاقتران والاستدلال به وهل هو من أدل المتفق عليه واختلى فيها كلام مشهور معروف وهو قد قال بيّن الاقتران والمراد به وتحرير محل النزاع ثم قال أنها خرصة أقوال وهو قد خلص إلى بعد الأدلة والترجيح والمناقشة إلى أن الاقتران حجة إلا أن يدل دليل على عدم ذلك وضحت وأتى بالأدلة هو يراها ذلك طبعا هو قرر هذا وأتى به وانتصر لها القول بقول أنه حجة وذكر ما يدل على ذلك ويسويغ ذلك ثم بعد ذلك لما جاي للجناحة التطبيقية عشان بس أن الأخوة شوف طبعا هو هذا العنوان الأصل للتخريج على دليل الاقتران دراسة تطبيقية واختار مجموعة من المسائل وهي هذه المسائل وهي 12 مسألة شوفوا هنا هنا معيها هذه 12 مسألة كما ترون ثم لمحل الدراسة ثم ألحق بها مجموعة للتنويه بها أن هناك مسائل تصلح أن تلحق سبع مسائل وجدها في كلام العلماء ترى دليل الاقتران ترين سيار وهو كثير الدوران في السلالات العلماء فالوقوف عنده وعند دراسته هذا الحقيقة كان مهم جدا ويحتاج إليه ورحمة الله عليه الكتاب نصدرات دار ركائز بالكويت وفقهم الله هذا ولد عبارة عن جلء حديثي أو أحد الإجلال الحديثية للضياء المقدسي صاحب الأحاديث المختارة التي اختارها من الأحاديث الصحاحة التي لم تخرج البخاري المسلم كتابه معروف السيار وهو من أطول كتبه وهو قد طبع له قراب 27 كتابا تقريبا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض بن حسين عبداللطيف الطائي وفقه الله الشيخ المحقق المعروف وصاحب الدراسات الحديثية جاء وحقق الكتابة على نسختين خطيتين هو جزء الحديثي هذا الجزء أولا طبع بعنوان المنتقى من الأحاديث الصحاح هو الحسان والواضح من العنوان أن الحديث المذكور فيه ستكون صحيحة وحسنة وهذا لا إشكال فيه وهذا يدل طبعا لمن المنتقى للإمام الحافظ الكبير ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالواحد المقدس الحنبلي الدمشقي دفع عام 643 اللي هو الضياء المقدسي مشهور وكتاب المختارة للضياء هو صاحبها وقد كان عالما إماما مقدما في علم الحديث هو نفسه يعني حتى قال الشيخ رياض هذا مما يفيد في دراسة طريقة ضياء في تضحيح الحديث وتحسينها مع أنه هو يقول انتقاها من مجمل الحديث واجعلها لغالب السنة النبوية وما يتعلق بالموضوعات قسمها إلى موضوعات ويختار تحت كل شيء نوع من الحديث يسوقه هو الغالب يعني أسانيده يا الطبراني أبي يعلى وشيء من ذلك ثم ينطلق طبعا الحديث ما كان أصله في الصحيحين خلاص معرف لكن سوى ذلك فإنه يحكم عليه يقول له هو صحيح أو رجال وثقات أو شيء من ذلك يعني هو المنتق هو انتقاها الآن وهي ليست كثيرة قبلها 87 حديثا تقريبا نعم 87 حديثا مما انتقاها وأخرجها في هذا الجزء اللطيف هذا الجزء اللطيف طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور رياض الطائي حقق الكتاب عن نسختين خطيتين إحداهما بخط إحداهما بخط المؤلف العلامة الضياء المقدسي رحمة الله عليه والأخرى مقروعة عليه وعليها حواشي لأنه وقعت مقروعة عليه بخط تلميره بن هامل ثم قرأها على شيخه ثم وقعت النسخة حقه بن هامل عند الحافظ الذهبي فطررها بأشياء وعلق عليها فحافظ على تعاليق الذهبي يعني نسختين من أمتع ما يكون وأخرجها في هذا الكتاب الماتع والتعاليقها هنا مما لا بد من وأما الحكم على حديث والتخاريج فإن إذا كانت في غير الصحيحة فإنه هو صاحب يعني يبدع ويمتع جزاء الله خير دكتور رياض فكان يخرج ويذكر ومن وافق الضياء وشيء من ذلك جلء اللطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت هذه يا ولدي أحد الحديث الأربعينية المختارات الأربعينية وهي بعنوان الأربعون البدرانية ما صاحبها العلامة عبدالقادر بن بدران الدوماني الحنبل يمتوفى عام 1346 الهجرة رحمه الله لم يسميها بذلك وإنما انتقى أربعين مما يراه يعني مما قال يعني أربعين حديثا حتى يسلك في سلك أهل الأربعين في الحديث الواردة فيها لكن المحقق أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور محمد بن ناصر ابن معكام وفق الله قال سمها الأربعون البدرانية لأن ابن بدران انتقاها وعلى طريقة الأربعون النووية بذلة يعني وأربعون العجلونية وهذه الطريقة فهو انتقى هذه التسمية الأم الأربعون فهو العلامة عبدالقادر بن أحمد بن بدران الدوماني المتوفى عام 1346 وانتقاها غالبها من الأحاديث التي في الصحيح وشيء من ذلك وهي شامش وفي أربعون حديثا من أحاديث المصطفى المعصوب صلى الله عليه وسلم اجتملت على غالب السنة النبوية هو أراد ذلك يعني هي منوعة لكن اتكأ أكثرها من المنطقة للمجد بن تيمية أكثرها من ذلك ثم التغيب والتهيب لموندر يعني أول عليها لكن خان الحبيب الدكتور محمد بن أصر حقق طبعا نسخ خطية بخط المؤلف ووجدها سبحان الله في ضمن المجاميع بخطه وأخرجها لكن جعل تعليقات على الأحاديث الأربعين تعليقاتها وميانوا معانيها من شروح العلامة بن بدران في كتبه الأخرى التي شرح فيها بعض الأحاديث فقال بن بدران في شرح كذا شوفها قال بن بدران أو التماشي كل الأحاديث على هذا الحاديث التي في الكتب الأخرى وضمنها حاشية الكتاب جزاه الله خير الكتاب من أصدرات دار ركاج أيضا في وضع الدراسة هي العديد الحنبلية طبعا ها صح حسنت حسنت شوفينيش بكتوبة والدي ومعه مقدمة في جهود الحنابلة في جمع أربعينيات الحديث وساق مجموعة منهم كان أطول من جمع أربعين صاحبنا العلامة يوسف بن حزم بن عبدالهادي المتوفى عام ١٩٩ ما شاء الله ما أكثر ما جاء من أربعينات الحديث هو كان عالم محدث وكان كثير التصنيف طبعا هو مشهور ألف مئات الكتب أكثرها أجزاء حديثية وفقوا الله هذه لفتة جميلة منه في هذه المقدمة لمن صنف أربعين من الأئمة وليته أضاف إليها النسخ الخطية الليوجد لها أو شيء يعني ببدل إفادة العلمية الكتاب جلء اللطيف من أصدرات دار ركائس هذا والدي صاحبنا وفقوا الله جاء إلى كتاب للعلامة الصيوطي رحمه الله الصيوطي ألف كتاب اسمه النقاية والنقاية يعني شوف بلهجتنا اليوم حاجة نقوة وإش معنى أنه جاء إلى أربعة عشر علما وانتقى متونا لكل علم يعني حاجة هذا معنى النقاية النقوة يعني خلاصة خلاصة شيء معتصر ثم هو شرح النقاية في إتمام الدراية وشرحه وهذا كله مطبوع وكان الحقيقة يحتاج إلى أطباعه فأخرى تليق به أو قصده أخونا لحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد المنيفي جاء إلى ما كتبه في علم التفسير كخلاصة وأخرجه لأنه ليس له نسخة طبعة جيدة وأخرج هذا الكتاب سمعه علم التفسير من كتاب النقاية النقاية للإمام الصيوطي رحمه الله متوفر عام ١١١١ الهجرة وأما الكتاب فقد اعتنى به صاحبه لأنه وقف على نسخة خطية أضمن بخط الصيوطي وأخرج عليها الكتاب وذكر ما الحاجة إلى عادة الكتاب ثم بعد ذلك تكلم نسخة مقروعة على المصدف نعم نسخة مقروعة على المؤلف ونسخة ثانية أيضا كذلك المقصود أنه ترى انتخب مجموعة من النسخ لأنه نسخة يقول كثيرة هذه بعض النسخة الخطية وهو أيضا أثر المادة ها هنا شوف هذا علم التفسير هذه هي هذه المتن هي أقرب إلى علوم القرآن منه إلى التفسير يعني الحقيقة يعني هذه بالضبط أقرب إلى علوم القرآن لأنه ذكر فيها ما يحتاج إليهم هم وطرقهم في علوم القرآن وفي الأخير ما يتعلق نظم في مدحي والثناء على كتبه أحدهم على هذا المتن وشيء من ذلك هذا في آخير جلء اللطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت هذا يا ولدي العدد الثاني من المجلة المشهورة السيارة التي هي من إصدارات ركائز أيضا للبحوث والدراسات الشرعية وتصدر مرتين في السنة عن مركز ركائز للبحوث والدراسات الشرعية وهي عبارة عن مجلة بحثية علمية محكمة وتعتني بالفقه الحنبلي وأصول الحنابلة وهذا عنوانه مجلة الفقه الحنبلي وأصوله سبقا عرصنا بالعدد الأول والذي بين أيديناها هنا العدد الثاني الذي صدر عندنا في محرم من عام 1445 الهجرة وهو يقسمونه هنا إلى أربعة خانات أو أربعة أقسام النصوص المحققة البحوث والدراسات المقالات وهنا متفرقات وهنا كلها بعناية وضبط ومراجعة وهي استشارية وذكرنا تعريفها كاملة كان من أحبها إلى قلبي وآنسها إلي مقالها هنا لواحد يعني لقرة عيني وحبيب قلبي وبكر أولادي عبد الوهاب اسمه عبد الوهاب بن عبد الله بن سال البطاطي تعرفوا تعرفوا أو مرهم وعليهم صح الله أحب هذا طبعا يعني من باب أن الإنسان يعني من نعمة الله عز وجل أن يرزق الله عز وجل ذرية تخطو خطوه يعني مع هذا البحث أو هذا المقال كتبه ولدي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن سال البطاطي الثغرات التأليفية في المذهب الحنبلي يعني المواضع التي يحتاج إلى تأليف على طريقة الحنابل ومذهبهم وأصولهم ومنهجهم وقواعدهم سواء مما لم يصنف فيها أو ما صنف لكنه قليل ويحتاج إليه وهم هو مقال تحفيزي وتنشيط للذاكرة والذهن وشيء من ذلك إيش سويت في المقالة ولدي خالي يخرونا حتى نستفيد لا لا المقال إيش اللي حدك عليه وجدت في المكتب الحنبلي هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى تأليف نجد فيها ثراء في المذهب الأخرى مثلا في باب القواعد الفقهية والتأليف فيها عند الحنابل قليل فاقترحت في المقال مجموعة من مجالات التي يحتاج إلى التأليف فيها بأنه مهتم بالمذهب الحنبلي فلعل بعضهم ينشط في أثناء بعض قرارة المقال فيكتب في بعض هذه المجالات سواء القواعد الفقهية وغيرها مما اقترحتهم من المجالات أيضا في شروح حديث الأحكام هل استقصدت المجالات أو ممكن هناك مجالات يتضاف إليها يعني ذكرت أن المقصود من هذا المقال هو الإشارة ويكون تشرت إلى الأكثر والأبرز ما شاء الله إن شاء الله أنك تكتب في بعض هذه المجالات وتغطي بعض هذه الثغرات ويصير عندنا بعد ذلك المذهب الحنبلي بدون ثغرات تكتب مقال به إن شاء الله وانت يا ربي يسل لك طبعا ولدي حضر الدكتوراه دعوله بالتوفيق يا رب ويسل الله الله سبحانه وتعالى طبعا الكتاب هذه المجلة نسأل لها الدوام والنفع والبركة هذه السلامة كالله كتاب أيضا رسالة رطيفة جدا أصلها العزل بن عبد السلام لما ألف كتابه المشهور السيار وهو بعنوان فوائد في مشكلة القرآن العزل بن عبد السلام ألف هذا الكتاب وهو يعتني بقضايا لغوية ومعاني وشيء من ذلك كان يثير بعض الأسئلة ويجيب ويثير أسئلة ولا يجيب الأسئلة التي أثار ولم يجب عليها ثمانية عشر سؤالا جاء من حاول بعده أن يجيب على هذه الأسئلة كان منهم العلام الحنفي محمد بن إبراهيم الدروري أو الدروري الشهير بسرية دين أفندي من علماء القرن الحادي عشر اختلفه في سنة وفاة 1070 ولا 1066 وقع من ذلك وهو من شيخ حاجي خليفة حاجي خليفة صاحب الكتاب مشهور كشف البنون وغيرها يعني من الكتب وسلم الأصول لطبقات البحور شيء من ذلك وقد ترجم له في كتابه وقد كان شيخه هذا من علماء اللغة الكبار المعتني بهذا الجانب فألف هذه الرسالة اللطيفة أجاب فيها على الثمانية عشر سؤالا إجابة لغوية لما قدم لها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحم معض الشيري قال في غاية الحسن وغاية الجودة يعني في إجاباته وهي تعتني بالجانب اللغوي قام على تحقيقه وكتابة مقدمة للمؤلف والعنابة تصانيفه وذكر جملة عنه تفيد في الكشف عنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حميد عبد أحمد سلام النهاري وشاركه أختنا الفاضلة الأستاذة سميرة قاسم أحمد سلام النهاري زوجته وحقق الكتاب على نسختين خطيتين لهذا الكتاب وأخرج عليه الكتاب وطريقتهم بعد المقدمات والدراسة أنهم يريدون هذه النساء الخطية طبعا هذه نماذج منها هذه نماذج من نساء الخطية وهذه طريقة الدراسة أن السؤال يورد شوفها هذا السؤال السؤال السادس كما ترون مواضح يأتون بالسؤال كما أورده العلمة العلمين عبد السلام والجواب وهذا جواب العلمة الشيخ سري الدين أفندي رحمه الله الكتاب من إصدارات دار الكتب العلمية ببيروت هذا الأخير عندنا اليوم إن شاء الله وهو كتاب لشرح لمتن سياد العلامة عبد الرحمن الأخضر البسكري بسكري نسبة لبسكرة مكاولادته صاحب بتوم شهورة منها سلم المنورق في علم المنطق وله مختصر جدا في فقه المالكية في العبادات في الطهارة وشيء من الصلاة يعني ليس كنت أبواب الصلاة شيء من أبواب الصلاة وله شروح كثيرة كان من أحد الشروح هذه للشيخ صالح بن عبد السميع صالح بن عبد السميع الآبي الأزهر المتوفى عام 1335 للهجرة سماه هداية المتعبد السالك شرح مختصر الإمام الأخضر المتوفى عام 953 في الفقه على المذهب المالكية في الفقه على المذهب المالكية طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الأمين بوثلجة القصنطيني الأزهري يقول أنه درس الكتاب مرارا فكان كل مرة يجمع المطبوعات للكتب اللي هو ذاته متعبد ويقارن بينها إلا أن كل فيه حاجة فأوعز إليه بعض الأفاضل أنه نفسه يقوم على طباعة الكتاب مدام درسه فجاء إلى الكتب المطبوعة ما رجع المخطوط وسار يقارف بينه ويذكر الفوارق المهمة وانا ما أدري على أساس طبعا أعتمد على المطبوعين عندما يدام يقول المطبوعات لابد تعتمد على أساس معين حتى تكون معتمدة وإلا إن كان بعض ينقل من بعض ما في فائدة ما حصل عندنا فائدة ثم هو بعد ذلك بدأ يعلق يعلق بعض التعليقات المهمة يجعل ما ذكره الأخضر من كلام غير من الكلام المالكية فإنه يحيل إليه وقف عليه يعني هو أخذه من منه هذه المسألة أو شيء من ذلك وبدأ بهذه الطريقة ويفقر الكلام ويشكله معه البداية جعل أصل المتن الأخضر الأخضر في المقدمة اللي هو المتن ثم بعد ذلك بدأ هذا الشرح هذا الشيخ عبد السميع صالح عبد السميع الآبي هذا هو الشرح المتن كما ترى بالمحبر بين قوسين وهذه التعليقات أخونا بوثلجة وفقه الله على الكتاب كاملا كما ترى وفقه الله الكتاب من إصدارات المعارف للطباعة أظن بالجزائر أظن إذا كان من المخاطئ أظن بالجزائر نعم بالجزائر وفقهم الله أزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع أعفاكم وشكر ونصول لكم عزيزان وشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال